الخبر الأول اللي عدنا عن وصول قناة مملكة القصص إلى 60 ألف مشترك أوكي ما حد مهتم حياة حلوة يعني الخبر الأول اللي عدنا عن المنافسة اللي ما بين غيث مروان ونارين بيوتي ضد أنس وأصالة وأسامة مروة طبعا ما يعرف شن اللي صاير المنافسة على زيد وسارة فغيث مروان ونارين واكفين ويا سارة أما أنس وأصالة وأسامة واكفين ويا زيد لكل حاليا دي يفتعل على شن المنافسة المنافسة على حسابات زيد وسارة في حسابهم بالإنستغرام منو يحصل فلوور أكثر فغيث مروان ونارين نزلوا بحساباتهم على الإنستغرام ستوريات يطلبون بيها من متابعيهم أنو يسوون فلوور لحساب سارة بالإنستغرام رح أطلكم للستوريات على ما تفتهمون أكثر زياد مدايئ أنو سارة عالة منو بعديه عديه 16 ألفا مشان هيك كله يضيف سارة كمان ووصلوه أكثر خلو الفرق أكثر فهذا الستوري ما بينزل بده ينزل حرام هالبنت الكيوت ما يكون عنده 500 ألف متابع المهم جاء الرد السريع من أنس وأصاله وأسامة فأنس نزل بحسابي بالإنستغرام ستوريات يطلب بيها من متابعينا أنو يسوون فلوور لحساب زيد بالإنستغرام رح أطلكم يا حلم وتفتهمونهم معي جاءنا خبر هلأ من دبي أنو في خيانات عم تصير بالشلة عم يصير في مشاكل وباسمنا وباسم كل من موجود في كاليفورنيا لم نسمح بهذا الشي لن نسمح اللي صار أنه فينا زياد أبو شعر تم الإنقلاب عليه من غيث مروان نارين بيوتي ومن حولها نعم وكل هاتهم عم يحاولوا يقولوا أنه يروحوا يعملوا فولو لسارة اللي هي زوجته ومو لإله ياسمي شعر يصير سارة أكثر من زياد بكتير فولو ونحن ما هنخلي هالشيها لم نرضى هنا من هذا المنبر في الوقت الحالي عائلة أنا الصالة هي في الوين في القمة على الجبال ففرجوهم أنه زياد أبو شعر هو أخونا نعم ونحن نقف وراء خلفه هيكي عملوا له هلأ فولو وخلوه يصبأ زوجته سارة يعم فحاليا لكل متحمس منه اللي فاز فسارة صار عدها 206 ألاف فولوور أما زيت فعنده 187 ألف فولوور بالحساب فهذا يعني أنه غيث مروان ونارين فازوا الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وإعلانها بحسابها بالإنستغرام عن تصوير هالفيديو كليب جديد مثل ما شافين هاي الستوريات اللي قاعدة بيسان تتغني بيها هي وصاحبتها وكاتبين قريبا فأتوقع أنه هذا الفيديو كليب ما رح يكون وحدها هتكون هي وصاحبتها مريم فالله وفقهم وإن شاء الله ما ينحذف مثل أغنيتهم القديمة فكتبونا بالكومنتات تتوقعون أغنية دس أو أغنية عادية الخبر الثالث اللي عدنا عن نورستار وعن إعلانها باستقرارها بدبي وتركها لأمريكا وحسب ما قالت أنه حيكون هناك هواية فيديوهات تعاونية ويوتيوبر ومقاطع خرافية فألا يوفقهم وبس لهنا وصلنا هات المقطع أتمنى مقطع عجبكم نتشجح وطولك وشاركونا للقناة شكرا لكم فيزي ومقاطع المملكة القصص مع السلامة